تصعيد محتمل في الضفة الغربية الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية حذرت من انتفاضة محتملة في الضفة الغربية نتيجة عمليات الاقتحامات والاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال في مخيمات ومدن الضفة بالاضافة الى عمليات قتل الفلسطينيين والتي زادت وطيرتها خلال الاسابيع الماضية الاجهزة الامنية الاسرائيلية اعلنت رصدها استخدام العبوات الناسفة بشكل مكثف في العمليات داخل الضفة الغربية كما اعلنت ان جهاز الشباكة وجيش الاحتلال يعملان مع اكثر من 1200 هجوم كبير في الضفة الغربية منذ السابع من اكتوبر الماضي بما في ذلك هجمات اطلاق نار وعبوات ناسفة وطعن ودهس كما كشفت الاجهزة الامنية في تقريرها الذي قدمته لرئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نيتنياهو حصول ارتفاع في الحافزية وسط الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية ضد القوات الاسرائيلية نتيجة الاحداث في غزة كذلك نتيجة اعتداءات المستوطنين على فلسطينيين في الضفة الغربية قوات الاحتلال لجأت الى استخدام الطائرة المسيرة في عمليات استهداف المطلوبين في الضفة الغربية بعد ان اشتدت المواجهات مع عناصر المقاومة الفلسطينية ما اسفر عن وقوع قتلى وجرح كثر داخل صفوف الاحتلال اسرائيل تخشى قيام فصائل المقاومة الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية بالانقضاد على المستوطنة الاسرائيلية على غرار ما قامت به فصائل قطاع غزة في السابع من اكتوبر وهو ما ينذر بمواجهات لا يمكن لاحد توقع عواقبها اشتركوا في القناة